أقامت نقابة الصحفيين ندوة حوارية بحضور وزير الخارجية الأسبق مروان لمعشر ورئيس الديوان الملكي الأسبق عدنان أبو عودة لبحث الأبعاد السياسية للاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي إلى التفاصيل نظرا لأهمية تقريب وجهات النظر والوصول إلى قواسم مشتركة بين الأردنيين العروبيين أقامت نقابة الصحفيين محاضرة حوارية مفتوحة حضر فيها المفكران الأردنيان مروان لمعشر ورئيس الديوان أبو عودة أبو عودة الذي كان واضحا في آرائه أشار إلى أغبى قرار سياسي في التاريخ اتخذته الدول العربية وهو القبول بالولايات المتحدة الأمريكية كوسيط للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين لكن ما هي أدوات النضال؟ شو كيف نناضل بالميدان الدولي؟ الخصم حطوه برأسكم أمريكا وإسرائيل لا تنزلوا أمريكا أمريكا هي الخصم الأول اللي هي جعلت إسرائيل تلعن أبو أبونا لليوم يعني بفلوسها وبسلاح الفيتو تبعا بسير يعني صحيح احنا والله معتمدين عليها شوية ماليا بس أنا نفسيا بداخلي لازم حطها برأسي هاي مش صديق يعني على الأقل أقول مش صديق يعني دائما أحذره مش أخنعه والله فيه ناس قد طلطر إلى الخنوع أنا من الناس يقول لا أخنع لذلك على الأقل بنفسي بقول أضعف الإيمان هذا أنا ما بقبلها الحكي المعشر من جهته أكد أن إسرائيل لا تريد حل الدولتين مشيرا إلى التوازن الديموغرافي الحاصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين هي أنه موقف ترمب وقراره فضح موقف هذه الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بليس فقط الجانب الفلسطيني ولكن في التعامل مع العالم العربي والإسلامي وكما تعلمون كان العديد من المسؤولين العرب هللوا لقدوم ترمب ورأوا في قدوم ترمب يعني اختلاف جذري عن سابقه الرئيس أوباما باعتبار أن ترمب الآن يريد أن يقف ضد إيران ويريد أن يقف مع الحق العربي أكثر بكثير من الإدارة السابقة اليوم أي كلام اسمحوا لي بهذا